السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء بلقائكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان وأرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد أستاذ باحث بالمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم أهلا وسهلا في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا ألا وهو الطبخ الصحي تتنوع طرق طهي الطعام كل حسب عاداته أو اختياره أو حسب ما هو شائع هناك الطعام المقلي أو المشوي والمطهو بالمرق والطهو بالبخار والمسلوق والطبخ بالضغط ولا ننسى الوجبات السريعة أو ما يسمى بالفاست فود والطبخ الجيد طبعا يساعد على قتل البكتيريا الضارة الموجودة في الطعام كثيرا ما يصاب المستهلك بالتسمم الغذائي جراء تناول أغذية نيئة أو لم تطه جيدا يعني نصف مطهية وتعزى المشكلة بشكل رئيسي إلى تزايد ميل الناس إلى ارتياد المطاعم وتناول الأطعم الجاهزة والواقع أن جميع الأطعمة تحتوي طبيعيا على كميات قليلة من البكتيريا ولكن حين يحضر الطعام أو يطبخ أو يعلب خلافا للشروط الصحية المطلوبة تتكاثر البكتيريا بأعداد كبيرة بما يكفي لتسبب المرض إذن مستمعي الكرام للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الهاتفية التالية أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل رومان وأيضا أذكركم دائما يمكنكم الاتصال كل يوم جمعة ابتداء من الساعة العاشرة إلى منتصف النهار وترك أرقامكم للمخرجة إيمان مزحم وبذلك يمكنكم المشاركة معنا في البرنامج إذن دكتور محمد الفيد سؤالي شامل ما هي الطرق السليمة للطبخ الصحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم لنبدأ من البداية ولنبدأ من خلق الإنسان على هذه البسيطة فلما خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه السلام من تراب ثم نفخ فيه من روحي سبحانه وتعالى كما يقول في محكم كتابه وإذ قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من سلصال من حماء نسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء أن يكون مع الساجدين فلما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق ثم ما هو أول طعام أكله وكيف بدأ الحياة؟ طبعا لم يكن هناك ولا حتى الدرية الأولى أو السلالات الأولى ذي سيدنا آدم عليه السلام فهذه السلالات كانت تعيش كما كانت تعيش خلائق أخرى ولو أن النار فجدت مع وجود سيدنا آدم على هذا الكون فلم يكن الطه معروف آنذاك ولكن كان الطه الوحيد هو الشي لحوم الحيوانات الشي صيد فقط بمعنى أن الذي كان يطهى هو الحيوان وأن النبات لم يكن يعرف الطهي ما عرف الإنسان طهي النبات أبدا كان يأكل النبات طازش عليه فترة جمع الطعام كما يقول المؤرخون ولو أنني لا أتفق مع هذا الطرح لأنه جمع الطعام يعني ثم بدأ الإنسان بالزراعة ثم بدأ يتساكن ثم هذه أشياء خزعب كانت دائما حضارة وأن الله سبحانه وتعالى يجب أن نعود إلى القرآن دائما والقرآن هم المؤرخون يؤرخون على هذا الشكل يقسمون الحقائب التاريخية على هذا الشكل مرحلة جمع الطعام مرحلة الزراعام هذا ليس هذا تخمين بشري فقط أما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أقوام يعني قصص الأنبياء في القرآن هي التي تعطينا تاريخ الإنسان كيف عاش عاد وتمود وأصحاب مدينة وأصحاب ليكة وأصحاب الحجر وقوم لوت وسيدنا داود هذه أشياء كلها جاءت هذا حتى الله بدأ أن يعلم سيدنا آدم كما يقول في محكم كتابه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضا على الملائكة فكلمة علم هنا أنه علمه كل شيء علمه الأسماء الأسياء وعلمه كيف يعيش ودليل على ذلك أن لما قتل هذه الأبناء سيدنا آدم لما قتل هابي القابل كان بعت الله سبحانه وتعالى غراب يعني بشي وريكي في واري هذا الجتة لهذا الأخذ يلوح تبدى الدفن احتعف القرآن قال أعجز يا والتي أعجزت أنا كونة مثل هذا الغراب فهواري فهذه الأشياء أن الله سبحانه وتعالى القرآن هو الحقيقة المطلقة وهو التاريخ وكل شيء فهذه لم يعرف الإنسان طهو الطعام نحن نقول في المغرب طهي والشرقيين يقولوا الطهو وعليين إعلاله بالقلب ليأولوا وعليين هذه ثابتة في اللغة العربية علوم النحو كلا الوجهين صحي لكن نحن نقول الطهي هذا معروف عندنا في الكتابات المغربية الطهي الطهو بدأت تسمع الآن في الفضائيات وفي الصحافة كلمات الطهو لماذا؟ لما أننا كانت تأثر بالصحافة الشرقية طبعاً فهذه لم يعرف لم يعرف الإنسان كيف يطهي هذا الطعام النبات لم يكن معروف إلا الخبز وعرف كيف يعجن هذا الخبز ثم رأى أنه لما يضعه على النار فهو يكون أحسن ثم من بعد لما ينتظر وقت طويل رأى أنه يتخمر فبدأ يخمر يترك هذا العجين يتخمر ثم رأى أن هذه الفواكه مثل العنب وما إلى ذلك أنه لما يتركها كثير أنها تتخمر هي كانت كثيرة جداً هي كانت كثيرة جداً هذه الفواكه كانت تتخمر هكذا ولكن الإنسان هو الذي كان يجمعه ولذلك جاء الخطاف في القرآن ومن ثمرات النخيل والأعنابي تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً تتخذ الإنسان هو الذي يتخذ هذا الخمر وليس الله سبحانه وتعالى نعم فالله سبحانه وتعالى ما تكلم عن الماء والله الذي أنزل من سماء ماء لما تكلم عن الحليب قال وين لكم في لنعام على عبرة نسقيكم نسقيكم مما في بطني أن الله هو الذي يسقينا ولكن لما تكلم عن التمرات قال ومن ثمرات النخيل والأهل تتخذون منه سكراً يعني الإنسان هو الذي يتخذ هذا الخمر فالخطاب هنا تغير ثم في العسل هذه حيات أخرى نوى أوحار بكائل نحل لأن الحشرات كلها تعمل بيوح ليس النحل فقط كل الحشرات تعمل بالوحي لأن يعني النمل لما نرى النمل أن حجم النملة كيف هو هذا إذا وضعته فوق الميزان بالتدقيق الذي يزين الدهب أو إشاقش لا يعطيك أي شيء هذه الميزة ومع ذلك صوت النملة سمعه زيدنا سليمان كيف يعني هل فهم هل كيف لا ندري هذه معجزة لا ندري والمعجزة لا تفسر بالعلوم كيف سمع صوت النملة وهي يعني لا إلى حتى لا ترى وفهم ما قالت نعم نعم وسمعها وتبس مضاحكاً من قولها لا عليين مشي يعني نتابه لها واد من النمل كانت وحد الواد ديال النمل هو الملكي النمل الملكي يكون غادي كيذير واد حال بنادم ملكوكم صف يعني النمل الملكي صف كيتم غادي جاي كيذير واد حتى إذا واتوا على واد نمل قالت نمل وطني يا أي النمل ودخولوا مساكي كم لا يحتمن كم سليمان وجنود وهم لا يشعرون وشوش قال كل نمل قتلي خطأ دياله خطأ ديالنا دخلوا حتى يدوزوا هذه الحشرات كلها تعمل بواحي كل الحشرات تعمل حتى البعوض هذا البعوض الذكر لا يلسع الأنت هي التي تلسع والأنت تلسع لتفرخ بيضها ليس لتؤذينها لأن بدون المصل للإنسان بدون الدم للإنسان البيض دياله لا يفرخ باش كتلقى نعم هذه معجزة يلا سبحانه وتعالى في هذا الكون فعرف الإنسان كيف يعيش كان يأكل الطازج وكان إنسان قوي جدا لماذا؟ لأن الطازج أقوى من المطهي كيف قال مواد دياله لأن الطازج اللي كان هذه الساعة كان طازج طبيعي وكان طازج متنوع جدا كانت آلافة الأنواع من اللفت آلافة الأنواع من طماطم آلافة الأنواع من الجزر آلاف أقول آلافة الأنواع ولنشة خمسين وستين نوع ألافة الأنواع من الحبوب ألافة الأنواع من الأشجار يعني ليس حاجة سهلة وكانت كثير جداً وكانت أمطار كثيرة فكان الأرض كانت مخضرة كلها حتى دول الشرقية شيء بجزيرة العرب كانت خضراء كانت جنة فهذا الطازج معنى الطازج أن الطازج قوي لماذا لأنه لا يطهع لما نطهي الطعام على حرارة مئة من ستين فما فوق فنحطم أو نطلف الأنزيمات ولذلك أنا أرجح الفواكه على الخضر أتكلم عن الخضر قبل الفواكه أنا أتكلم عن الفواكه قبل الخضر لماذا؟ لأن الفواكه الطازجة فيها أنزيمات والفواكه فيها سكريات بسيطة أكثر من الخضر إلا الجزر الجزر فيه شوية سكر أما الفواكه فيها سكر العينب يوصل حتى الـ 15% و20% من السكر فهي تفوق الخضر بالسكرية ثم أنها تأكل طازجة أنا فيها أنزيمات وأن الآن البحث العلمي بذكيبيين على أن كل الأمراض تأتي الآن من النقص في الأنزيمات وأن النقص في الأنزيمات الآن هو الذي يسبب جل الأمراض وليس النقص في المغديات فالجسم يعيش بالأنزيمات رغم أن هذا الكاتب في الأمريكي الذي كان ألف وإسمته هذا الأمريكي كان ألف وإنكتاب في السبعينيات ويتكلم فيه على الأنزيم تيرابي العلاج بالأنزيمات وكان عابوا عليه خصوص صحافة كانت انتقدته كثير وكانوا بعض العلماء عابوا عليه أنه غير استنتجات شيء وأنه مع ملش بحته وأنه 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 وإذا بهم الآن يرجعون إلى ما قال إدوارد في السبعينيات هذا العالم الأمريكي الجسم يعيش بالأنزيمات ويحيا بالأنزيمات بدون أنزيمات الإنسان لا يعيش ولذلك حتى الأطباء الآن تشوف تحليلات بدون تتلبو هذه الأنزيمات لكن نعم ترانزامينات والسير بي والجاما جلوبيلين والالفا فوتو والمسائل هذه الهورمونات والأنزيمات هذه كلها مؤشرات الفوسفا تزالكالين المسائل التي تتلبوها في التحليل لأن هذه الأنزيمات الخضر قوية في الأنزيمات وكان بعض الفواكه الآن التي تستعمل كمصدر للأنزيمات مثل الأناناس ومثل الباباي هذا يعني حتى الخيار حتى الفقوس حتى هذه أشهر البصل البصل غني بالأنزيمات فلما نطهي الطعام هناك الأنزيمات بعدها مشاو ما كيبقاوش نتلف الأنزيمات نهائيا نعم وكان فيتامينات حساسة بحل بي فيتامينات من نوع بي هي حساسة للحرارة تتمشي الفيتامينات لي ما كنتمشيش بالحرارة هي الفيتامينات المضادة للاكسادا من الـ A والـ C والـ U والـ D هذا ما كنتلفيه مش الحرارة هذا يعني ما كنتمشي الشي شوية لأنه C الجدفاف لا ديزي درطاسيون هي لي كتضيع الفيتامين C أما الحرارة ما كنتقضيش على الفيتامين C بكترة 21% أو 30% ثم طريقة الطهي باش نفهموا الناس شنو الطهي من اللي ناخدو الحليب طازج إلا شربناه شربناه 100% لشنبناه خضر نعم إلا بسترناه غير بستره 60 درجة كننقصه منه إلا عقبناه على مياه كنزيده النقصه إلا جففناه كنزيده النقصه بمعنى أننا قدروا نصله الإتلاف دين المكونات قوية اللي مشي هي البروتينات الناس كيتكلمون على سعرات حرارية حقفة بظهر عن هذه السعرات الحرارية ننتكلم عن الكلوبيلينات وعلى البيبتيات وعلى الأشياء القوية في الحليب والمضادات اللي كينا في الحليب والأنزيمات لأن الحليب فيه ليباز وفيه فوسفاتاز ألكالين وفيه تهوى أنزيمات وهذا ال ast智 ال médico proteín ليباز اللي كينا في الحليب والفوسفاتاز ألكالين لكينا في الحليب هم مهمين للجسم ولذلك الإنسان باللي كان يشرب الحليب سخون باللي يلا كيتحلب بقي على درجة 36 كانوا يشربوا حليب بازال سخون ديال الغانام ديال البقار ديال الإبيل نحن الحليب مشي وحليب بقار في الديانة الإسلامية وحليب الأنعام فكانوا كيستفدوا منه أكتر كان الطفل كيستفد من هذا الحليب أكتر يعني جسم قوي الآن من اللي كان سخنه الحليب كان مفاعلات كيموية بحال مثلا مفاعلة مايار إلا سخنة الحليب بزاف كيوالي حمر حتى اللون دياله كيتغير لأن هاد مفاعلة مايار كيف تكتبت اللي كيتفاعلوا مع الحمضيات العضوية وكيعطيه هاد اللي كنسمنا الميلانويدات هاد اللي كتجي من مفاعلة مايار هي اللي كتكون في الحلوة الشبكية كتكون في البيسكوية اللي كتحمار الحاجة كتقد قرمل كنقلو هاد كتحمار هاد كيوليفها الميلانويدات كيوليفها المهدو كيكبحوا الهضم يعني على حساب طرق الطبخ ممكن هذا الشيء يتهضم ولم يتهضمش وممكن يكون نافع للجسم ولم يكونش نافع ولكن النافع سيكون بـ 30% و40% ماشي بـ 100% ولذلك نشوفه الآن على أن الناس اللي كانوا كياكلوا من قبل الأشياء الطبيعية ماشي الأشياء الناس اللي كياكلوا وذب الناس يقول لك الحياة الآن أحسن أنا أقول الحياة الآن ليست أحسن هي ليست أحسن ولو أنها تظهر للناس أنها أحسن الناس كانوا يعيشوا أحسن بكثير من الإنسان اللي كيعيش الآن أنا الآن سيقول لك لا هذا بكين كل شي شنو كين شنو كين بيتزا ما كين والو غير ناس يعرفوا هذه المسائلة ما هي الأشياء التي تصلح لجسم الإنسان والأشياء التي تنفع الإنسان كلما اقترب الإنسان من الطبيعة معنا يأكل طازج الخضر مثلا إلا طحنة طازجة وتكلت كيستفد من الجسم 100% إلا طابت كيستفد منه 35 إلى 40 ماشي 50% ما وصلاش 50% لأنها من اللي كان تلف الفيتامينات والأنزيمات والمسائل الأخرى الحساسة كذلك للحرارة الخضراش كيبقى فيها كيبقى فيها الألياف الخشبي والألياف المعدينية والبروتينات ولا الدهون ما يعني يقاش فيها حاجة كثيرة يعني والآن ماشي هذه المواد لمهمة لجسم مضادات للأكسادة والمسائل الأخرى هي لمهمة الآن لجسم هذا الطبخ من اللي كان طبخه مثلا لمدة طاولة على درجة 100 حلطاجين مثلا المغربي ما اللي كان طبخه ساعتين وثلاث ساعات على درجة 100 لأن درجة 100 لماذا 100؟ لأن درجة غلايا الماء اللي كان ديره الزيت مع المرق زيت الزيتون مع الماء كي تسمى مرق نعم فعلا نحن نقوله المرق واشنين يكون البلول للماء وكنزيد عليه الزيت وماء التوابيل وماء نعم هذا المرق فيه خالط ديال زيت شوية زيت يعني قليل من الزيت مع ماء فالزيت لا تحترق زيت زيته لا تحترق عند هذه الدرجة درجة 100 ماء مالك يكون معه الماء ما كتتحترقش ما كيشموش نسريحتها ما جيد ثم أنه هاد الماء ما كيخليش درجة الحرارة ما كتتعداش مئة لأنها هي درجة غلايا الماء المرق ما كيفوش مئة نعم غذي نشوفوا بأن الزيت بوحده ما كيكونش مئة الماء غذي يوصل لـ 300 فعلا زيت بوحده كيوصل لـ 300 هذه اللي كيعملو فيها الفريت نعم هذه الشوية اللي كيعملو فيها الفريت يقلوا في الفريت هذه كلا جهدوا للنار كتوصل إلى 300 درجة فهذه الدرجة هذه الغلايا الماء كيخلي مكونات تحدث مفاعلة كيموية تحدث في الطبيق فكتعطينوكها جيدة ثم ينضج والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي على نضج اللحم خاصه يتنضج وكين بعد المكونات الأخرى اللي كيقول خاصة نضج لمنها البصل لأن البصل الرائحة قوية ولكن علينا كيف ما كان الحال ولكن اللي تابت في النضج دياله خاصه يتنضج بالنار هو اللحم اللحم خاصه يطيب طياب بالغ الناس اللي كيأكلوا مثلا هذك اللي كنسميه طياب حديد قطعة دياللحم يسخنوها يخرج من الدم ويأكلوها بذريعة أن هذا تقدم أن اللحم ستبقى القوة دياله هذا تخلف أنا أقول تخلف خطير نعم هذي تخلف وذي سخافة كيبقى داك اللون دياله وردي ويتلق الدم نعم يعني أتش مأز منه النفس نعم لأن اللحم كلما طبخ طبخا جيدا يسهل هضمه نعم حتى البيض نعم خاصه يتسلق لمدة 12 دقيقة كيلي كي يأكلو نيئ لا هذا هذا تخلف هذا تخلف هذي سخافة وتخلف هذي وقيم يكي دياله نصف ولا بيبسين كتقبط مزيان في البروتينات اللي كي طيبو مزيان جيد معنى أن القطاني واللحم حتى النشويات حتى النشويات نشويات يجب أن يعني حتى الخبز العيلات كيخلوا بعد مرة الخبز شوية تاخين كيكون غليد شوية وما كيطيبش مزيان خلص يكون رقيق شوية رقو شوية الخبز وما طاب الخبز يطيب جيدي يطيب طيب مزيان ما يجهدوش له النار الخبز بالعكس حتى كيطفى النار هذا الفر الحطاب حتى كيطفى النار وما كيبقاش الدخان عادة كي النساء كيدخلوا فهذا الفران كيطيب مزيان كيطيب دياب جيب لأن بع المرات كيدير هذه القشرة وما كيطيبش من داخل والخبز ممكن درجة الحرارة مرتفعة لأنه لو قا في الباسيلس هذه لو قا في باكتيريا المتبوغة الباسيلس ممكن تعطي توكسينات وممكن الخبز يسميم نعم لأن الناس نكونوا واضحين لأن النشوية تهي كذلك كتنبتع لها هاد باكتيريا الباسيلس مسألة ذاك البيض أنا الأكتري كنت نشوفهم كي يأكلوه نصف مطهي نعم وذا خطير نكملوا هاد طريقة هي أحسن طريقة هي الطريقة المرق طريقة العربية الخضار مع ماء زيت زيتون توابي اللحو مش بالضرورة حتى النساء يحمروا ذاك الحم في الزيت عادي يزيدوا الماء هذا خطأ خطأ لا هذا خطأ لأن الزيت ما الذي يسخنوها لوحدها كتأكسد كتأكسد كتأكسيدات وإبوكسيدات هي ليس جيد وهذه تهيضة خلال الطبخ العربي يعملوا كل شي ويسدوا عليه فقط ما عنا مشكل يعني بسيط أكيد والطبخ يكون بزيت زيتون مع توابي المرق يعني طبخ العربي خضر حتى اللحم وإضافة الماء ليس هناك أي مشكل هذا كينطبخ الشي هذولي كيدور المقلا أن النساء بمقشعة دون وقت ولا عجز ولا أي شي يعني جميع العوامل عليهم كيفما كان هذا ليس تنقص يعني هذا غير علم أن العلم لا يستحي كيجيب الزرباء خمسة دقاء كتكون حضرت وحد الوجبة إما كتعمل طرف ديال اللحم في المقلا بالزرباء وتتعمل معها بطاطيس ولا شي حاجة وتتحط الولد حتى الرجل هذا من أسوأ ما كان لو هذا الطرف ديالالحم هذه القطعة ديالالحم وضعتها مع خضر وتوابل وزيت زيتون وخلاتها الطيب كانت تستفد منها مئة في المئة بلآن ما اللي كتشويها كتوليفها بيروكسيدات ما كتطيب سمزيان والبطاطيس كله في إكري لاميذ وبيروكسيدات وما كتبقاش وجبة علاش لأن مطبقة لهذا ما قد تنتص منتيش هاجة ما قد يشي المعدة ما قد يشتضم الطبخ التالي تبخار هذا الناس اللي كيبخروا للسلق بعدها للسلق أنا لا أصيب لشي الناس يسلقوا أنا لا أصيب قضية السلق لأن المكونات ديال الخضر اللي كتسلق كالضيع الفيتامينات الدائبة والأملاح المعدينية الدائبة والبروتينات الدائبة والألياف الخشبية الدائبة بحال الإيليونين هذه كله أشياء تتمشي مع المادة اللي السلق هي اللي مهمة الجسم من الأحسن ما يسلقوش الناس إلا سلقوا الخضراء يطحنوها في المديلة يطحنوها في الماء اللي تسلقاته يكون أحسن لابغوا يعملوا شربة شربة ولا حاجة ثم الناس اللي كيبخروا التبخار هو جيد لأن التبخار كيضيع المكونات أقل من سلق لأن البخار كيطهي هذي الخضار اللي كدعمل في ذلك الكسكاس ولا حاجة ولكن علينا تهيان نقص بـ 20 إلى 30% المكونات لكن البخار اللي غادي يجمد يتكتف ويسقط ماء غادي يدي معاه المكونات دي الخضر سلق ما خصوش يكون شي ما خصوش يكون خصوش يكون طياب بالمرق ولا يعني على شكل هذا اللي بغي يبخر أشياء بحال اللحم التبخار يكون للحم فقط لأنه اللي كيتبخر اللحم كنحيده منه كوليستيرول وكنحيده منه هذا الليدام وكيبقى جيد ولكن التبخار دي الخضر والذي الأشياء أخرى كنظن أنا لا أصيبه لأنك يضيع توابع المكونات دي لهذه الأغذية لا سمحت يا دكتور قد ناخد مكالمة على الخط نحررها ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله أخت لطيفة الإسم الكريم معك أسماء أم الريبات أهلا أسماء تفضلي قد نسوى الدكتور على طبخ طنجرات الضغط أو ما يسمى بالكوكوت واش صحي لأننا كنتستعملوها معلومة كنتستعملوها يوميا واش هو صحي ولا ماشي صحي وبسائفة عامة واش الطبخ السريع صحي ولا لا نعم شكرا أسماء من يعني الجواب ليس صحي عاد غن فسطر ليس صحي طبخ السريع كله عموما طبخ السريع ليس صحي وطنجرات الضغط يعني عجيب وحد الوقت كانوا يقولوا بأن الطبخ السريع هو ليس يضيعش المكونات الغذائية نعم وأنا ما كنتش متافقة من 1982 إلى الآن ما كنتش مع أمر كنت متافقة مع الطبخ السريع رغم أنني كنت في المختبرات دي تي 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 ودي العلم التغذية اللي كانوا فيه مهندسين اللي كيعملوا على هاد المعدات هذه وحضرت المشروع حتى دي الهدرجة الزيوت بها ديك سعية الله كيخدموا على هاد درجة الزيوت هذه ف أعليين أشياء أنا ما كنتش متافقة لا والحمد لله الآن على أنها العلوم تزكاتي علميا فأولات أقوى فهذا الطبخ السريع ما كيخليش ديك المفاعلات الكيموية اللي كتوقع في الأكل اللي كتعطيه ذاك المضاق واللي كتعطيه الطروة واللي كتعطيه المكونات اللي كتزاد على الأكل المكونات كتزاد على الأكل أنا أعطيك مثلا باش خضرشي واحد يحايا كل الحم خضر لا يمكن لا أبدا طعا اللحم طازق لا يمكن لا المذاق ديه و لا الشكل و لا الطروة ديه ولا ما ق Jong hurry فقط يمضغو بأولا ولكن لماذا كان طيبه هذا اللحم كان طيبه باش اللون ديه لما يبقاش ككروز كان طيبه باش اللي الطري باش يعني يعني رطب باش طغيع يتمضغ كيبقاش قصح كان طيبه باش النكها ديلة تبدل معنى أنه كانت تبدل أنه هناك مفاعلة كيماوية تقع أثناء الطبخ باش تعطي النكها ديلة هذا كلها وكين أشياء كتمشي اللي كان كونه طيبه كين أشياء طيارة كتمشي مع البخار كتخرج حل الروائح بع المرات كتمشي مع البخار كتقول لي رائحة جيدة فالطبخة عنده الدور ديلة كي زيد عناصر نعم كي ضيع عناصر غنشوفه مش غير كي ضيع عناصر كما ذكرت سيدة أسماء من الرباط أغلبية دي النساء تقول رامني كان طيب وحنا في دكتان جارة الضغط أو ما يسمى بالكوكوت هذا غير قضية وقت وقضية سهولة لا كتبقى فعلا الأنزيمات اللي لا ما كتبقاش أنزيمات وليس هناك مكونات تتلف يعني 120 درجة مش هي 100 درجة كبما ساعدنا الحرارة كبما غاد يكون غن تلفو أكتر والغريب أن الفيتامينات يعني إحنا دراسة اللي درنا من 60 درجة المية وعشرين وأنها تتلف 120 أقصى ما يكون وأنها لا تتلف ما بين 60 و 80 يعني إلى طيبنا ما غاد يش ممكن طيبه على 80 لأن البسترة حنا كنا كنا ندرسوا البسترة يعني بسترة الحليب لا تضيعش مكونات كثيرة من الحليب ولكن تعقيم لأن الحليب بشي بقالي مدة طاولة خصويتعقم يعني ما عندما صاني ما عنده كيدير ولكن لكان طازج عندما في فرنسا مثلا كانت مشي الأسواق الممتازمة فيها الآن حليب طازج يباع كان حليب طازج الآن يباع ما عندناش لماذا عندناش لأن الشروط الصحية متدينة ومن الأحسن القانون المغنعة من الأحسن ما يكونش لا من الأحسن ما يكونش لا لا غادي ولي غش وغادي ولي تسمهم مال أحسن ناس كان حليب مبسطر في السوق وقريب من الحليب الطازج ما عنده مشكلة كان حليب مبسطر وكان gingفف الحليب بعدما ما يمكنش 基فه وفي الدسم لانا خصم الصاني كيزو الداسيم عاد كي يجفف ثم بعدها ما يبقاش فيه الداسيم ثم ملي كي يجفف كي يوفي تقريبا غير البروتينات كي تبقى الأملاح المعديني والبروتينات صافيه ولي كي يبقى وما شي أشياء أخرى ما كي تبقاش القلوبيلينات وذلك شي هذا كله كي يتلاقي بهذا الحرارة دي الجفاف نزيد نكمل أن وقت الطبخ يعني مهم جدا لأن ملي كي استغرق الطاجين في الطبخ دياله ثلاث ساعات على درجة مياه كان المفاعلات كيموية اللي غد يزيدوا نقهة وغد يزيدوا أشياء جديدة يعني كان المكونات غد تتفاعل مع بعضياته وغد تعطيه مكونات أخرى هذه المكونات غد تكون سهلة لهضم لأنها ليس هناك ما يكبح البيبسين البيبسين كي يكبحوها الميلانويدات والبيروكسيدات والأوليميتو يعني تشوية اليود عليك اليود ما كي يأخذوش الإنسان على شكل أثر فهذه أشياء تكبح البيبسين هذه اللي كانت هضم البروتينات في المعدة وخصوص المعادن من اللي كانت طبخه في الطين ما كانش مشكلة من اللي كانت طبخه مثلا تكلمنا على هذا المسائل ما كانت طبخه في الأليمينيوم كيكون هذوك الأكسيدات اللي كانت تكبح هذوك البيبسين علاش الهضم الآن ديال فاست فود ما كيكونش علاش كي الميلانويدات وما كيتكونوش دوك يعني ما كيطيبش الأكل بما فيه كفاية اللي كانسموه احنا لديناتوريشن هذا الديناتوريشن ديال بروتينات وديال حتى النشا حتى السطارتش هذا الاميدو حتى النشا يجب المذواد نشوية خاصة طيب بما فيه كفاية الناس اللي كيديروا مثلا حساء ديال شاعير خاصوا يطيب بما فيه كفاية نصف ساعة فأكتر أما لما طابش مزيان كيلاحظوا أنه كيد الرهم معنى كيد الرهم ما كيد اضمش ما كيد اضمش ما كيد اضمش هذا هو اللي اللي كان علاش لأن الشاعير فيه أثر ديال بروتينات كيمشي احتل 12% بروتين وفيه شيء الأخر نشويات الليها في خشبية ونشويات أملاح معدنية الشاعير فيه رماد نسبة الرماد مرتفعة فيه أملاح معدنية فهذه الأشياء يجب أن تنضج بالنار خصة طبخ جيد بروتينات اللي هم اللحم واللي هم القطاني واللي هم النشويات هذا خصوا من الطبخه بما فيه كفاية خصوا من الطبخه يعني جيد الأكل الطازج مع الأكل اللي مطبوخ ملك هلو الناس طبيخ ديال الطاجين اللي طيب على مية درجة لمدة طويلة كيلاحظوا على أن الامتصاص كيكون جيد الناس اللي ذبه في الجبال واللي في النماطق النائية في المغرب ما عندهمش آنيمية ما عندهمش هشاشة العظام علاش لأن الطبخ ديالهم هذك الشيء البسيط اللي كيأكلوا كيتمتص علاش ما عندهمش كابيحات الهضم دوك اللي كيحبسوا الهضم اللي غادي رجعوا نشكوا في المدينة الأكل اللي كين في المدينة هو أكل لا يمكن أصحابه يهضمه علاش نعطيك مثل البطاطس بسيطة يا البطاطس كشكية كلها البطاطس من اللي كنطيبوها في المرقى تؤكل لأننا شويات عليهم خضرة جيدة يأكلوها الناس ما كانش مشكلة فيها شويات السولانين ولكن ليس هناك أي مشكلة وتكلف الموسم ديالها تكلف شربعة خمسة ستة أسبعة ما تأكلش من غير هذا الموسم لما هاد البطاطس كان قليوة من اللي كنشووها في الزيت كان قليوة في الزيت كان تكونوا في الميلانويدات والبيروكسيدات والأكريلاميد الأكريلاميد منين كيجي؟ كيجي من الناشا من اللميدون من اللي كان صخنه الناشا لـ 250 درجة كان تكون هاد الأكريلاميد كان غير في ثلاثة المكونات كان في البطاطس في هذا المشوية كنسموه لفريت وكان في الشيبس وكان في البوبكورن هذي كتضرر المشوية اللي كي يقليوها في الأزيقة هذه الأكريلاميد لأن النشا هذا النشا مالي كي تصخن على ميتين وخمسين درجة كي يعطي الأكريلاميد يعني ها هي البطاطس إلى غير طبختها جيد ولكن لشويتها في الزيت ما تتضمش ما شي ما تتضمش ما تتضمش وما تتخليش لك شي اللي كلتي معها يتضم يتتضم نفس الشي لحم مثلا إذا طبخناه بالمرق طبخ عربي مغربي إذا طبخناه بالمرق نستفيد منه كان بروتينات دائبة اللي غتمشي مع المرق غنغمصو هذك شي غنأكلوه بالخبز وكان بروتينات الأخرى اللي غدتتبقى في اللحم إلى اللحم شوينا على شكل في المقلة في الزيت إلى شوينا هذك اللحم غدي ياخد بيروكسيدات هذن لحم غدي أخد بيروكسيدات ديال الزيت وهاذك الشحمة دياله تهيئة غدا تتاكسد الشحمة لي فيه تتاكسد هذ اللحم هذا وما غديش هذوك لتراوى دياله ما غديش يكون طيب مزيان ما غاديش يكون رطب وديهراء ما غاديب قاشاد معنى البيبسين ما غاديش تقبط فيهم زيان جيد يعني غير ها هو غير هو نيت نفسه المادة هي نفسها إلا قليناها ماشي هي لطيبنا هذا هذا أكثر من ذلك إلا أخذنا مثلا الخضر خضر إلا قطعناها رققناها مزيان وصلقناها في الماء لمدة خمس دقائق إلى عشرة وطحناها في الماء ديالة نستفيد منها مئة في المئة يلا هو واحد شوية ديال الأنزيمات غادي نمشي طبعا الأنزيمات ما غادي نبقى ولكن الفوائد الأخرى ها لا أكيد إلا هذا الخضر دخلناها في أشياء أخرى لولاد حديثة هادي بيتزا هادي فارسي هادي معمراء هادي دير هادي غادي نضيعها هذا هو المشكل إلا أخذنا هذه الخضر النساء كيسلقوا الخضر كيرميوا هذك الماء وكيقطعوها ويعملوها سلطات لا نستفيد منها إلا الألياف الخشمية ألياف الخشمية هي جيدة الجسم لماذا؟ لأن أولا هذوك السلطات خاصة تكون أشياء طازجة باش تساعد على هذ معنا طازجة لأنها تجيب الأنزيمات لماذا نأخذوها قبل الأكل كان نأخذوها قبل الأكل لأنها فيها الأنزيمات باش تساعدنا على هذ منه الخص منه الخيار منه الفقوس هادو كتكالوا طازجة الفجل منه أشياء هذي هذي كتكال قبل الأكل وقبل تتكون حتى البططة حلوة حتى البططة حلوة تتكون قبل الأكل تهي جيد لما هذة الأشياء كنسلقها ونرميوها ونأخذوها ونقطعوها ونأكلوها ما فيهاش الأنزيمات ما كتصلحش تكون حتى كنسموها أنطري لا ما كتسمحش تكون قبل الأكل خاصة نخضروا بها اللحم نخضروا بها الأفضل فالأشياء اللي كتساعد على الهضم اللي بغوا النساء يعملوا أسلاطات نحن كنقوله في المغرب الصلاة يلا صلاة دراء وحد نعيش مع فلي كنسميه وحنا هاد القادية ديالهاضيمات اللي كناخدوها قبل الأكل قبل الوجب غازم تكون طازجة يعملوا فيها بصل خيار فقوس أو حتى فواكي أنا حتى فواكي نعم حتى فواكي فيها هذا وعليهم بعض الفواصل الدموية لا تحتاج هاضيمات الفاصل الدموي أو ما كيحتاج هاضيمات هذا يأكل اللحم ما كانش مشكلة الفاصل الدموي أ محتاج للهاضيمات كيحتاج للهاضيمات لأن المعدة دياله فيها بيبسين قليل جدا وما الأحسن يأخذ عصير ليم وعصير برتقال لأنه حامض تذيك الحامض هذه المعدة غادي زيد فيها شوية ما على الأكل ولا بعد الأكل لأن هادو كلي صالات فروي ما على الأسف شديد ناس كيأكلوهم بعد الأكل ومخصومة كالو قبل الأكل يعني عادة سيئة فعلا قبل الأكل إذن إلا سمحتي دكتور غادي نحر مكالمة أهلو السلام عليكم مع عليكم السلام هذا الصوت جاني طفلاي كالاسم الكريم أمال 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 آيش أمال بشناها من أي مدينة سلام شحل السن ديالك أربعة سلام كتقري مزيان أه وكتمرسي شي رياضة ولا غير أشنو رياضة اللي كتسعتم رياضة الكوان كيدو الكوان كيدو هادي عنيفة لا؟ لا لا كتطلب تركيز تركيز نعم ماشي عنيفة مزيانة عرفينا بها شلو هات كوان كيدو يلا السؤالة رياضة الكوان كيدو يتزمع بزاف بالرياضات جيدو وتاكوان دو الكارك حيث يتخدم ليدين ورجلين تخدم ليدين ورجلين والرأس مزيان مزيان دب أنت رياضية معندي مسألك أمال شنو السؤال ديالك بلت نقول الدكتور واش احنا نتبار تنسلقو الخوضر نعم واش من الأحسن ندخلوها ولا تتكون في واحد بالقيناء وتتوضع كل خوضراء في ميكا وتتسلق نعم هذا واسو الأفضل نتبار الجسم ديالنا وانتي كتنول الخوضر بحيث دروري لأنها بتتكون تشتوي على بزاف الفوائد نعم أولا من يمكن تتساعد على الدكاء القرية نعم ما عندي ما سألك جيد وكتشربي الحليب ولا ما كتشربيش الحليب شوية شوية إذن تعجبك جيد إذن شكرا أمال الطفلة من مدينة سالة وسؤالها جيد نعم وهذا الناشئة ديالنا هاد الأطفال في هاد الأعمار ديه ربعطاش 12 و 14 و 16 كيكونوا في الكوليج نعم وكي بغوا يتعطوه ذريادات كي بغوا يتحركوا الأطفال اللي كي مارسوا الريادات أي ريادة أحسن ما يكلوش المواد الصناعية نعم يعني الجسم اللي كي مارس الريادة ما خصوش يتسمم ياخدوش تاخد تسمومات إلا كالأكل ديال المطابعي ما يحتاجوش ياخدوه هذوك المقويات حيث بها الأطفال كيمشي ويشريو أشياء يزيدوها كي يبقوا يكذبوا عليهم يقول لي ما دي فعل بروتين هذي فعدي هذا كذب إلا أكلوا قطاني وسمك وأكلوا فواكه جافة وخضر وفواكه طرية كذلك وشعير وقمح ورز ما يحتاجوش مقويات ما يحتاجوش هذي الأشياء يعني من الأحسن الأطفال هذي الأعمار هذي وحتى اللي صغر منهم ولا حتى اللي كبر منهم يتجنبوا المواد الصناعية والأكل في الشوارع هذو يمشي الكوليج إن شاء الله يمشي التنوية دياله يتم الأكترية كي يكلوا بشاريع يدي معها برتقالة ياخد معها تمر ياخد معها شريحة ياخد معها زبيب ياخد معها إن شاء الله إن شاء الله ياخد حتى حمص غير يتجنبوا ما أمكن الأكل في الشوارع يتجنبوا ما أمكن لأكل في الشوارع لأنه لدينا أحد المشكلة للدكاء أن أطفال ديرنا أصبح عصبين أصبح كثير من الحركة والمقوش يركزون وهذا من الأكل يعني كيف تتمكن على حال سرعة وحياة يعني في المطاعم التي تعمل تكل وجبات سريعة يكون الأكل طبيعي والتخضير يكون زيت الزيتون يكترون من الأسماك والفوكي الجفة هذا هو جيد للأطفال التبخار احنا تكلمنا على التبخار أحسن من السلق السلق هو الشيء هذا المقلة هذه الطريقة القلي مع الطريقة السلق هي أسوأ طرق للاستفادة من هذه المواد الغذائية طازة جعله خضر إذا سلقوا الناس للحم يكون أحسن الحم لا تسلق جيد أو تبخار نعم ولا تبخار للحم الناس بخروا الخضر ولكن إذا بخروا الناس للحم يكون أحسن لأنه ينقصوا منه هذا الدسين وينقصوا أشياء كثيرة أمال الطفلات ذكرت بأنه كتعمل كل أو الوليدة ديالها كما على ما أظن لأنه كتطبخ أكيد كتعمل كل خضرات بلاستيكة عاد كتتبخرها لا لا تبخرش في البلاستيك إذا تبخرت في البلاستيك هتقول يسمع لأن هذا كل المشكلة وليديوكسين عندنا مشكلة ديالكوين البلاستيك اللي كيعملو منو أكياس اللي كيلفو فيه ما يكونش في فطاليك بساف بل أوكين في لبسفينون والديوكسينات طبعا zg قين και نومس إنوات ن Bel ديال دوم كان للغاية وديل الدوم تم احسن المكان والناس مقابواش گيشتراواوا التبق ديل الخبز مقابواش گيشتراواواق القصرية ديل الطين مقابواش كيشتراواق القصعة ديل العود مقابواش كيشتراواواق آوانيد النحاس هذه راحة ضارة راحةNO مش تخلف راحة ضارة هذا المسائل وسحية نعم لانا الآن الغرب ما يقدرش يصنع القصعة ديل الخاش المذي quant لا يقدر ان يصنعواها هذه الأشياء لا يقدر عليها ما عليين احنا هذه الأشياء هذه becomes ستكون في القيم دينا و ستكون في الحاضرة لا ما زال في الأسواق غير هي ما كيش واحد لإقبال وهي ليس هناك أواني بدون ضرر إلا القصعى ديال الخشب وكان عندنا صحون كان عندنا ذو الزلايف ديال الخشب ديال الأطباق كل شي كان عندنا أنا شتوه ما زالي في شمال المغرب ما زالي كيتناولي على الأطباق على الأسف شديد النساء أرجعوا للبلاستيك ديور كلهم الآن تعج بالبلاستيك والأهواني ديال البلاستيك لأن القصعات التي تشوف غير كب النظر أن الله سبحانه وتعالى ذا الجمالية في الكون لا تصلها جمالية وخط وصل حضارة تصنيع أنا أقول حضارة تصنيع فقط ليست حضارة الإنسان حضارة الإنسان هي اللي كانت عند المسلمين أما حضارة تصنيع الآن الغرب عنده حضارة تصنيع حضارة في الصناعة تقدم تكنولوجيا أحسن أما هي ليست حضارة أن الحضارة التي لا تدخل السعادة على الناس فهي ليست حضارة حضارة معنى سعادة الشخص تقدم زائد سعادة لكن لا يوجد سعادة للناس هذا هو المشكل لأنه تقدم مادة 100% من ورائه كسب وهذه طبعاً الحضارة الإسلامية لا كان من أراد كسب كان من أراد نشر كلمة الله ما عمر المسلمين كانوا يجيبوا شي حاجة من الأندلس ما عمروا كانوا يجيبوا كانوا يجيبوا الخارج والعشور فهذه هي الفرق الآن ما بين الغزو وما بين الفتح نحن ما غزيناش العالم ما لم نغزو العالم في التاريخ نحن فتحنا العالم كان كلمة فتح الأندلس ولقد فتحناها وعاش الناس في سعادة ومشات حضارة ومشا علم ومشافة لك ومشات طيب ومشات زراعة ومشات بيطارة كله مشاير هذه الناس يعترفوا بها ولا ما يعترفوا بهذا التاريخ تابت مش عاد الإنسان بذكي يعيش ولا عاد اختارها هذه الأشياء من اللي غير رجعون شوف مثلا من اللي كتشوف قصع دي الخشب فهي تدخل البهجة على نفس هي تعجب في النفس أولا من اللي كتشوف قصع دي البلاستيك فهي لا تعجبه في النفس هذه أشياء مستحدثة هم غيروا حتى الألوان اللون دي البلاستيك بحال دبا القصريش كانت البلاستيك تشبه من بعيد ولكن إنسان مخلوق على الفطرة فطرة الشخص تقبل أشياء لا تقبل أشياء نعطيك مثل الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحن والخيلة والبغارة والحميرة اللي تركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون من اللي كنشوفه واحد الحوصان واقف حدا مرسيديس سيارة مرسيديس أنا لا أظن أن الشخص ستعجبون مرسيديس كثير من الحصان هكذا هذي غير زينة هذي غير من الحزينة من الركوب هذي شيء أخرى الناس من اللي كانوا يركبوا على الدواب ما كانوا يجلبوا ألم الظهر الآن مراد العصر بشهادة أمريكا طبعا والغرب كله يعني أوروبا يعني دبعا كين ألم الظهر ولماذا يجلبوا الظهر لمدة الظهر فعال يرنيد إسكال وعال المسائل وعال المسائل وعال المسائل اللي وقعها دبعا للناس يعني العالم كما أقول أنه يتقدم مادياً هكا يعني وتكنولوجياً فقط وإنه لا يتقدم لأن سعادة الشخص هو ما تكونش عنده ألم الظهر لأن الركوب في سيارة المرسيديس ليس هو الركوب على الحصان من اللي يركب على الحصان كيكون قابط مزيان وكيكون شاد كيكون رياضة من اللي كيكون راكب من السيارة كيكون مرتخي جداً ومطلق فطبعاً العظام دياله كتبقى تتحرك وكتبقى تمشي يعني تخرج وتدخل ولذلك شنه إيرني إيسكال إيرني إيسكال هو ذلك النزلاق كذلك الكارتي ما عاش من دوعده ما عنده وجده أخصر راحة أطيبك يعطيه راحة تامة وخصكت نعس على الأرض وهذاك الآلام كيعطيه شوية أسبيرين ولا حاجة غير واحد المدة طفيفة باش الآلام يتحيج ولكن هو لأنه مراد أناتومي إيرني 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 راها واحد الشرقة ديال في اللحن مشيه هذا فاخص ناس ياخدوا راحة ويناس يناموا على الأرض فقط ولكن كيكون علاج أو لا؟ لا علاج ديه هو الراحة التامة كيتعالج دائما نعم الراحة التامة كيتعالج وكي الراحة التامة أقول راحة تامة أخصوش يطلع في الدروس مخصوش يسوق السيار مخصوش يستقل مخصوش ولكن يتمشى هذا وما يخصوش مشي الحمام ببلديه مخصوش يعني لا يقدر يتمشى ويتحرك ما كيتها مشكلة ولكن يعني حتى الحمام ميدخلش لي لأن الحركات ديال الحمام غدي تعقره غدي تعود ترد هذك الألم الموديل وكي اللي كي أنا اللي سمعت كي علجوه بالسخونية لا هذك تكماد وذك سخونية ربما تزيد فيه ربما تزيد فيه وأي حركة مخصوش يزيد فيه مخصوش يدير حركة خصوه يتمدد وينام على الأرض يدير البطانية ولا يدير شي حجم زيانة جيدة وينام على الأرض ويأخذ راحة تامة ويتمدد يتمدد يتمدد ويأخذ راحة تامة لمدة عشر يام وخمسة عشر يام وأكتر حتى يحس برأسه جيد هذا هو العلاج لأنه مرض أناتومي ما عندوش ما عندوش يعني كي اللي كي ياخذ إيبار لا هذك غير بالألم طبيب كي عادة حاجة غير على الألم تخفيف الألم فقط ماشا مع كامل أسف كين دكتور ممكن نحضره الطعام ولا كنتبخوه كي يعلب ولكن يمكن كيتعلب خلاف الشروط الصحية كتكون هناك بكتيريا حديثنا عن هذه البكتيريا نعم لا كين الشروط الصحية وكين الشروط الصناعية نعم فعلا الشروط الصناعية هو أن المواد اللي كالتعقم واللي قابلة اللي خطيرة اللي كنسموه الهازاردوز همال لحوم والسمك نقانيق مسائل هذه هذه الأشياء كلها خصى التعقم لما التعقم ما خصاش يصيب هالهواء خصتها في حاجة محكمة الإغلاق هذه القوارير اللي كيعملوا فيها العلب خصم تكونوا محكم لأن الصناع كيعود يقلب واش مغلوقة مزيان لأنه كان فيها واحد شيء بسيط كيدخل لهذا كتعود تلوت لأن الهواء فيه جراتيم الغبار والهواء وذلك شي فيه جراتيم هذه جيد سؤال جزاك الله خير هنا تدخل لشيء هناك نساء اللي كيطيبوا هذا الطعام وكي ملك يبقى عمل الأكل يردوه التلاجة ملك يردوه التلاجة يقولوا صافر احنا عملنا في التلاجة ما كنتم مشكلة نعم وما عملوه في التلاجة أولا كينجراتيم تنمو تحت البرودة ثم كينجراتيم تكون نبتت وكتبتت تمتتل في الأنظيمات ديالة في التوكسينات ديالة هي مكتتكاترش في التلاجة ولكن التوكسينات ديالة تبقى تنتج فيها اللي كيعودوا يخرجوه اليوم الثاني ولو أنه مصخنه فربما هذيك الميكروبات غادتمت تتلف الحرارة ولكن التوكسينات ما كتتلفاش الحرارة ومثلنا دروق الموجملي وهذا كتوقع على المستوى الصناعي كذلك توقع على المستوى الصناعي لماذا؟ لأن الصانع كيخزن الحليب قبل البسطر دياله كيخزنه على درجة أربعة كينجراتيم تمو على هذة الدرجة الأربعة كتعطي هذوك التوكسينات اللي كنسموها ميكروكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك لكن التوكسينات كتبقى وهذا شيء أولا الصانع هو لا يعمل هذا الشيء هو شيء غير مرغوب فيه وهذا الحديث هذا وهو غير مقصود الأشياء اللي في الصناعة من غالب الله هي في الحقيقة بأن الصانع يكون ولا بدي عنده واحد خبير تغذية معه هذا هو مع الأسف الشديد ناعم مع الأسف الشديد كنا قد نكون هيئة المهندسين كان في الثمانينات رك عارف المغرب كان يمر من المراحل السياسية وعرة كانت هناك تيارات سياسية حزبية تكونت وما تكونت في نفس الوقت لأن استولوا على الأحزاب لكن من جل المطالبات لأن المطلب الأساسي هو لا تسلم رخص صناعات الغذائية إلا للمهندسين بحل باياطرة بحل أطباء بحل الصيادين بحل جميع نديروا هيئة المهندسين دي الصناعات الغذائية وكننا نطلبوا من الحكومة لا تسلم أي رخصة لأي مصنع أو لأي إنتاج إلا للمهندسين في الصناعات الغذائية وإلا كان شي صانع شي ممويل شي واحد بايردفهم شي واحد عددوا الفلوس يدخل المهندس ويدير معاها لا يوجد مشكلة يعني يبغي يمولوا مهم غير رخصة تكون في صناعات المهندس لأنه عدنا ذب الصناع ما عنده مش مهندسين نعم عنده مش مهندسين ومن اللي كان مشو عندهم تقول لك أنا كتن خدمت 30 عاما دي وأنا محتاجش مهندس وهو ما شيء غادي يضر المستهلك غادي يضر نفسه أنا أعطيك مثل هذو الطماطم مثلا طماطم مركز الطماطم مركز الطماطم مثلا من اللي كيفسد ما كيدرش المستهلك لا يضر المستهلك كيدر الصانع لأن هذه العولة بغادي تنفخ وغادي تنفجر وغادي غادي تضيعه أكيد لأن الجراتم اللي كتفجر هذي هي اللوكونوسطوك والخمائر هذه ما كتدرش للمستهلك خير كله ما كتدرش ولكن كتدرش صانع فهذا البيرت اللي كنسمه هذا الضياع والفساد اللي كي يقاع على مستوى هذا المعاميل هو يعني كي يبرر هذا الراتب دي الواحد المهندس اللي يدخل معه مهندسا للمعمل أو أشياء حاجة لكن أشياء أخرى بحال سمك مثلا جودة ما هي عليه الآن بكثير لدرجة أن عندنا بريطانيين وعندنا مثلا أجانب اللي كي صنعوهما بأنفسهم هذا العلب ولكن هنا الآن عندنا بريطانيين الآن كي صنعوه علب لهم داخل داخل ترى عليين في طانطان وفي العيون وفي أقاديل كانت لوزين في أقاديل هذا وكينين الآن أقول له أقول له علب مصنوعة في المغرب وكاتمين على برودويسه نهرب من القانون هذا فنحن لا نرضى لأنفسنا باش غذين ندرقوا لغا نتحرموا بعد النساء لدي عندنا مهندس في الصناعات الغذائية وعندنا خبراء وعندنا الناس اللي تحدى والغرب في الصناعات الغذائية كين وحد العملية بسيطة ما كين تحرمش للصانع لأن هذا تهوى طهي طروق الطهي هذه التعقيم تهوى طهي علاش غيرهما النساء الآن ويقوش كي طيبوا ولو الشركة كي طيبوا لهم علاش لأن النقاني قرهها مطبوخة واسماك رهها مطبوخة وكين بعد الحلويات مطبوخة وكين بعد البسكاويتات مخبوزة وكين أشياء كلها طيبة جاهزة يعني نعطيك مثل في فرنسا مثلا من اللي كنا نشتري الحمص طيب حمص طيب كنديروه في الحريرة طيب ما تفزقو ما تحييد ليش جلدا يعني طيب كنغسلوه من هذك المدية وكنديروه في الحريرة يعني جاي يعني العلاش لأنه الآن بحكم بحكم سرعة الحياة وبحكم الوقت والنساء والخدامين فالشركات كي يجتهدوا باش يعملوا تقريبا نفس الشيء ما يقدرواش من المستحيل يعملوا نفس الطيب لأنها ممكن أي شيء نصنعوه حتى الأشياء اللي ما تخترش حتى الكرعين دابة دي الرجلين دي البقار إلا مشيتي لأوروبا كتلقاهم في علب ما كيش حاجة ما تصنعش عشنا هو تصنع تصنعوه غادي تطيب على مستوى كبير وأحد الكمية كبيرة وغادي تعلبها تحت الشروط اللي تكلمتي عليا اللي تفضلت تحت الشروط الصناعية وعاد شروط صحية خاصة شروط الصناع ما هي شروط صناعية خاصة هذا الصانع ما ترجعش للمادة دي لو ما تفسش لنوه اللي غا يضيع ما تكونش ميكروفويت بحال مثلا في البسطارات الحليب بيكونوش هذو كليكوليفورم باكتيريا دي الأمعاء حال أشياء هكذا اللي القانون كيطلب ما تكونش بحال ليستامين ما تكونش في السماء بحال المسائلات دكتور غادي نحر مكالمة معنا على الخط ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم الإسم كريم زهرة من المجدى أهلا زهرة شكرا وكنتشكرك مع أهل البرنامجة رائع نعم واحد سؤالين إذا كانوا ممكن الضغطة نعم ممكن شكرا أستاذ طريقا الطبخ دينا هي قديمة يعني والنظم اللي يتعلن على والدين الله يرحمهم بقينا سيرين عليه نعم يعني الطبخ الطبخ في الطنجرة في كوكوت والخبز يعني في الفران والحمد لله يعني ما تصابنا بأي مرض ولا أي خلفية نعم بقيت نقول وش كينش خلفية المادة الباعد نعم يعني الطريقا طبخ الطعام الماكرة المسمن الحرشة يعني برا ما كنشيريش أنا هدي نهائيا واخا أنني كنشيرش مصطفة هكذا في 60 كيلو متو بلا ثمانين كنحاول أنني كنوجد فضال وكنمشي جيد جيد يديدك شي مزيان يعني برا أنا ما عنديش مع برا لأنا ولي لأبناء ديالي جيد وش هالطريقة يعني صحية ولا نعم جيد ودعا وستاذ ودك كان ديوها معلبة كان ديوه اللوبيا أو الصفرجل أو في المجميد وش هالطريقة صحية يعني واللحم كان ديوه كذلك في المجميد لمدة 20 يوم يعني بلا ما نسهلكو وش هالطريقة وستاذ صحية ولخصا نشيف ذاك شي ونسهلكو في نفس الوقت وشكرا شكرا لك سلام عليكم مدينة وجدة هذه نقطة عبور المسلمين لما جاءوا إلى المغرب العربي والطريق الوحيد اللي مر منه المسلمون من وجدة باش نعرفه بالحضارة ديالنا لأن هذه الأشياء ما كنتسمعش وما كنتقراش مع الأسف الشديد وما كنتقرراش لولادنا من اللي جاء وشوف أن القلعة الكبيرة اللي كانت من اللي جاء من طرابلوس يعني من اللي ملكه وجاءوا مورانا بالزيتونة ودخلوا الجزائر مورانا بوهران ووصلوا الوجدة من وجدة حتى الفاس طريق الوحيد اللي مر منه المسلمون هو لكي الآن طريق الوحيد يعني ما كانتش عدم بوصالة ما كانتش عدم خارطة ما كانتش عدم ساتيليد ما عدم الجيباريس مالك ساعة ما كانش ولكن طريق الوحيد اللي يسلكوا منه من وجدة الفاس هو الطريق لكي الآن والطريق حتى الجزيرة الخضراء من اللي قطعوا ومن اللي غادين يوقفوا هذو العمال دينا اللي يكونوا راجعين من اللي غادين يوقفوا يشربوا قهوة ولا حاجة فين ما وقفوا هذو كل الوقفات اللي كيوقفوا من رأى المسلمين اللي داروهم وغاد يلقاهم مغرس فيهم الكرم ومغرس فيهم العنب ومغرس فيهم الرمان فين ما وقفوا في إسبانيا يعني من الجزيرة الخضراء حتى المدريد هذه فين ما وقفوا هذو كل الوقفات رأي يلقاهم فيهم أشجار غرسها أجدادهم الذين فتحوا والأندلوس ومغرسوا الإسبان غرسهم والعرب اللي دخلوا هذا علي المغاربة كيف مكان الحال يعني أمازيغ وعرب فهذه يعني هذه هذه الأشياء نبغيه هاد قال في هذا البرنامج أنا نبغيه السيدة قالت باقينا على أجدادنا والله ينتمنى المغاربة يبقوا على الأكل ديال أباءهم وأجدادهم نتمنى لأن يعني لأن من الاستعمار الآن الغرب كي يحاول يبدل لنا حتى لماذا قدينا إن شاء الله أنا أتمنى على المدى البعيد لا أظن لو بقيت حي ما نعرفش ولكن إلى حد الآن المغاربة بقين عارفين البلدي وبقين شبتين بالطبخ ديالهم وبقين عدم الكوسكوس كما كيعملوه وبقين عدم الخبز كيخبزوه وبقين عدم الخميرة البلدية وبقين كيطب خبزيت زيتون ورغم ما كثرة الضوضاء وكثرة التضبيب والتضليل وكثرة الهضرة وكثرة الكلام ولكن المغاربة عارفين بأن أشياء تابتة ولكن دكتور أنا الطبخ بزيت زيتون حاربوه مين التي تعمروا وبقين كيحاربوه أكيد كيقولوا ما تطبخوش بزيت زيتون الطبخ بزيت زيتون المغاربة مزال كيطبخوه بزيت زيتون الحمد لله بفضلكم دكتور تغييرت العديد من العدد السيئة إن شاء الله خير وهذا ما كانت تأثير الحمد لله وهذا السيئة كتقول بي أنا ما عندمش أمراض ما عنداش أمراض إلا البتلاء من الله سبحانه وتعالى المرضة هو ابتلاء إلا ما كانش ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وكانت مما يتسببه هذا الإنسان فأنظن هاي السيدة عيشة بسلام لكتبخ لولاده وهي قالت بأن حتى مالك تخرجت مشي تسافر كتديمعها المسائل هذه هي نعم هذا شيء بغيثنا هذا هو اللي بغيت في المجتمع المغربي هذا يعني حتى أنني متسهل جدا أنا لستمشدد حتى الإنسان إلا تضطر إلا كان مضطر مرة في شهر ولا مرتين في السنة بشي حل واحد لعلبا ما كانش مشكلة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم يقاوم ويتكيف رعدنا واحد القوة داخلية يكتحفظنا طبعا ممتسمون لو لم تكن هذه القوة لكان أبسط شيء كونديدوس تقتل شوف مثلا ذا فقد المناعة الأيدس هذا ذا فقد المناعة بش كيموتو الناس ما كيموتوش بالفيروس كيموتو بالكونديدوس يعني ذاك الخامير اللي ملكت ما كان الجسم ديانا قعمة كيحس بها ولكن ملكت نخافض المناعة كيولي ذاك الجو آخر جورتهم كيولي ينال من الجسم هذه هذا علي كان عرف أن مدينة وجدة باقي متشبتين بكتير وأن عندهم بعض الأشياء اللي ما عندناش في الداخل عندهم واحد تمر كيخلطوهم على الزبدة البلدية كيسميوه الأقط وعندهم بعض الأشياء اللي العالي وجدية محضة نعم وأنا ذكر بعض الوصفات ومشي وصفة أنا كنت بشيت طريقات استهلك السمك في وجدة ما جيها مشي هي طريقة استهلك السمك في الدرودة يعني تفوغل جيت بركان تفوغلت نعم تفوغلت تمكي في واحد السوق عروس عروس الشرق تفوغلت عروس الشرق جميلة جدا يلي فيها المزاح واتزورتها ولكن لقيت في واحد السوق شعبي تمكي يبيعوه واحد الكليلة هي مكرمة نعم كيعملوا كيزيدوها في هذه في الحريرة نعم ما عرفش أنا والصحية لأنك تبع في الخناشي نعم كان واحد طريق مشي طريق معبد يعني مشي هذا اللي كنسميه نحن هذا بطريق بالقودرون كين واحد حيت من اللي كتفوت بولمان وكتكون غادي الميسور ما كين جيبال هذي وطاق كل غدا ومنوره ميسور كينو حد بلاصل اسمه وطاد الحاج اسمه وطاد الحاج عدم ما فيهاش طلعات ما فيهاش الجيبة وهي جات بيه الجيبة لهاد الممر يعني ومن وطاد الحاج والميسور كينو حد كانوا هذو المغارباء كانوا كيخرجوا القرسيف كيمشوا الوجداء ما كيمشوش على تازا كينو حد طريق كيمر مباشرة كيخرج الهادي وهذه نفس هذي الوجبة اللي كيلتي هي لكين في هذه المنطقة من وطاد الحاج وطاد الحاج كانوا كيجفوا الحليب فوقت تبن عجيب كيجفوا الحليب مش بطريقة صناعية يعني باش نعرف بأن الحضرة مش الصناعة عاد بذاتوا عادو نعم يجي يد خدكن مجففة منطقة وطاد الحاج كيجفوا الحليب إذا مزيان نعم وأحسن من تجف صناعي وهذه الكليلة المجففة هي مزيان طبعا نعم كليلة المجففة وهذه كينو في مدينة الداخلة والعيون الآن عندهم هذة الكليلة هذي هيكلها في رمضان وهي من أرقى الوجبات على وجه الأرض التي تخلط الكليلة مع التمر يعني فيها فوائد ويقول لك يتخلط وهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الأقيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلط هذا الزبدة البلدية كان يخلطها مع التمر معجون يخلطها وكان يتكل يعني لأي لأن الزبدة فيها فيتامينات وفي داسيم تمر ما فيش داسيم فيه سكرية وألياف وهذا شيء يخص الجسم يعني فهذا أنا علش ذكرت هذا الشي يعني الناس في شرق المغرب مازالين محافظين على هذه العادات القديمة وطبعا غير واشغل نقدر ندوننا هذا الشي علينا أنا عارف تقريبا كل شيء مع غاليش كان بعض الأشياء ما زالها حتى الأوماليت بالدقيق كان في الجبل طارق الطبخ إحنا دابا الناس مليك يبغيوا يديروا البيض المرة كتمشي المقلة كتدير الزيت وكتدير البيض يعني هذه الطبخ العادي تقتل ولدها لو غير سلقت لولد البيضاء هذا كان أحسن وهذا تزيد على البيروكسيدات الزيت الرومي وربما تزيد على أثار المقلع شوف في الجبل يعملوا هذا البيضاء مع الدقيق يعملوا النخالة في الفرح وكي يشوفوا فوق منه البيضاء وهذه الآن هذا الشلوح الأنزيق الشلوح يعني نحسن 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 بالعقس هذا احترام هذه المناطق الآن الطبخ ديالهم راقي وما نظن أن الطبخ الإيطالي أو الطبخ العالمي يوصل لهذا الطبخ الأطلس طبخ ما شاء الله وهذا البيض طيب نشف ليس فيه أداء لأن المشكل لبيض خيكون فيه الكوليستيرول لا يوجد لقراء وكنا نظر عن البيض البلدي إذا كان بيض البلدي وتخبز فوق النخالة وتكال هذه من أرقم يمكن يعطوه للطفل هذه ما شاء الله ولكن هذه الطرق الطبخ عليهم ممكن ديروا حلقات وحلقات لأن نحن نقول الطبخ المعهود اللي عارفين والناس الطبخ ديال المرقة اللي كيعرفوه البلول وكان الطبخ ديال الشي أو المقلة وكان التبخار اللي يبغي يسلق ولي يبخر وكي الحم يتشوها الناس اللي يتشوها والحم اللي يتشوها يدوب وكتمشي هذا أحسن ولكن يشرب واحد دخان ديال نار ولكن لا يضر إذاً إذاً سمحتي دكتور قد ينحر مكالمة أو آخر مكالمة في هذا اللقاء السلام عليكم السلام عليكم اسم الكريم معكم سرى من إسبانيا أهلا سارى من إسبانيا مرحبا بك وأهلا بالجالية المغربية الموجودة في الخارج أو إسبانيا ومتشاكم برهما سؤالي للأتدى الدكتور اللي كانت سلم عليه هو طريقة كيفية طهي سامك نعم لأننا في المغرب كنت تصيرو على القلي بزاف نعم نقري سردين تنقري وهذا وسمرت براني بأن القلي ما كانت تشريعة سامك ما عدتوش صحيح ولا لا لأن القلي سامك عددك الجلدة الفقانية تحميه من المغرب الزيت نعم ولكن ما عارفش أنا جزاك جزاك خير جزاك جزاك وبعض المقالات لقيت بعض العلماء أنهم أرادوا إصدار سوا لتحريم القلي نعم هذا القلي خاطر هذا نعم شكرا شكرا لك سارة من إسبانيا سؤال جيد نعم إذا وصلوا العلماء بشيفتي في تحريم هذه عاد الإسلام سيكون يقف على رجلي العلماء تحريم كثير من المأكلات ليس لأنها خنزيرية ولكن لأنها مؤذية تؤذي وقع الأشياء التي تؤذي يجب أن تحرم من الناحية العقيدية الأخت سارة جزاك الله خير من إسبانيا من قال أن السمك عنده ما يحميه وأن القلي لا يأثر فهو إنسان جاهل نعم هذا إنسان جاهل تماما مئة في المئة لماذا لأن هذا السمك الذي نعمله في الزيت هذه زيت المائدة البيروكسيدات زائد بيأش على بيأش ذلك المحفظات التي تدرون الصانع في الزيت ثم غاد يكون بيروكسيدات وطبعا ما غاد يشكون هذا السمك أحسن طبخ ديال السمك هو الطاجين مع الخضر طاجين سمك مع الخضر وإلا التبخر يتبخر السمك يتبخر كنا نعمله في الفرن ولا الفرن بدون زيت في الفرن بدون زيت يتخفز هنا نعم ثم أحسن طريقة هي الطريقة الراقية هو شربة السمك أن هذا السمك يتلق ويتطحن في الماء دياله مع الربيع مع الدنوس مع التومة يتطحن على شكل شربة السمك على شكل شربة حساء السمك هذا هو أحسن طريقة ولكن هذا القضية ديال القلي حيث نعم نعم شهورة في المغرب يعني نعم نعم ويا أسوأ طريقة لي طهي السمك هي هذا المشكل ديال القلي في الزيت يأسوأ أسوأ طريقة وخص الناس يتجنبوها ما أمكن إذن شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات ولو أن الموضوع يعني ما غيكونش محصور في ساعة المعلومة دي السمك سبحان الله هي اللي كانت خاصة إلا الأخت من وجدة ربما ما تقول لك ما جاوبتينيش لأشياء اللي كتدار في المجميد ربما نخصوا حلقة على كيف تخزيكي في تخزين أرضية اللي كتدار في المجميد ما كيفسدوش غير ما تدروهمش بلاستيك مباشرة يتلفوا في الورق يتدرو في مجميد ما كانش مشكلة لا اللوبيا ولا الخضار ولا أي شيء يتقطع طريفات ويتعمل في أحد الورق ويتعمل في كيس بلاستيكي ويتعمل في مجميد إذن شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمة وكما قلت لك بأن كل ما نأكله طريقة الطهي ولا التخزين ما غير حصر شيء في ساعة ولكن كان وعدهم إن شاء الله غدنا نخص حلقات أخرى لكم مني ومن أسرة البرنامج ساميرا ثلاث في الهندسة الصوتية وإيمان موزحيم في الإخراج